كما أوصت ورشة تنصقية شباب الأحزاب التعاونيات في ختام جلسة النقاش تحت عنوان التعاونيات في مصر الواقع والتحديات بالتوعية بأهمية سنة الشريع موحد يضم كل ما يخص التعاونيات بما يتطلبه الوضع الحالي مع الحرص على رقمنتها وعمل قاعدة بيانات شاملة لها كما أوصت بتعزيز مصادر تمويل للتعاونيات لضمان الاستدامة وناقش الصالون عددا من المحاور من أبرزها الدور الواجب على التعاونيات في أوقات الأزمات الاقتصادية العالمية يأتي ذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنصيقية حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن أجندة الحوار الوطنية أول حاجة نشأت لها احتياج الناس للتعاون هي كانت الأزمات وخاصة الأزمات الاقتصادية وده اللي كان الأبرز فكرة التعاون للوجود على المستوى الشعبي والمستوى الدولي يعني فكرة التعاون إن أنا كمجتمع في قرية يبع عندي شكل أشكال إدارة المورد المياه المورد الأرض أنتج الإغذاء اللي أنا شايفه إن أنا أنتجه بهدف إن أنا ما يعني إنه محصلش نوع نوعا لاستغلال لأن فقد القيمة ده هل هو من حق صاحب العمل ولا من حق العامل ودي كانت دولة كبيرة جدا أو ازدواجية كبيرة جدا في المجتمع الاشتراكي يقول أن فقد القيمة من الحق العامل في المجتمع الرأس المال يقول لا فقد القيمة من الحق صاحب رأس المال نقدم دراسة لمجلس الشيوخ عن تفعيل التعاونيات وإحنا مسميين الدراسة تحت مسامة يعني بنك الفرص الضائعة نحن نحاول إحياء هذا البنك والفرص الضائعة دي تتحول إلى فرص مستهدافة وفرص كمان فيها قيمة مضافة الحقيقة إن إحنا متوجهين في الدراسة بعد دراسة التجارب اللي موجودة في الوطن العربي وفي حتى البلاد المتقدمة زي الولايات المتحدة وزي الهند وزي إيطاليا وزي أسبانيا وزي فرنسا وألمانيا وكل دول دول فيهم تعاونيات كبيرة جدا أقدر أقولك إن الهند تعاون الزراعي عندهم لإنتاج الألبان وصل إلى بلاد 17% من الإنتاج العالم